مجدداً أهلاً بكم مشاهدين أكد مراسلنا في مجلس النواب اليوم الأربعاء تجيل التصويت على انتخاب رئيس جديد للمجلس مراسلنا ذكر أن جلسة الاستثنائية للدورة الانتخابية الخامسة افتتحت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وبحضور بلغ 180 نائباً حيث تقرر تأجيل التصويت على اختيار باديل لرئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي هذا وصدر بعد ذلك بيان نيابي تعليقاً على تأجيل انتخاب رئيس البرلمان البيان أكد أن التأجيل جاء لحين تحقيق التوازن السياسي واستناداً إلى المدة الثاني عشر ثالثاً من النظام الداخلي إضافة إلى قرار للمحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب استمرار مجلس النواب في أداء مهامه بتولي نائب الرئيس رئاسة جلسات البرلمان